ومشاهدين تنظم إلينا عبر سكايب من لندن مؤسسة ورئيسة جمعية البيئة وصحة العراقية في المملكة المتحدة الدكتورة جيهان بابان دكتورة جيهان أهلا بك شكرا جزيلا لحضورك معنا في هذه النشرة بداية هل هناك بحوث ودراسات حددت حجم التلوث في مياه البصرة ما هي أبرز أسباب هذا التلوث لو سمعت نعم طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أتفق على طبعا صدرت بحوث عديدة ونشرت وأتفق مع كل نشرة وخاصة حول التلوث البيئي في محافظة البصرة بشكل عام وخاصة الزبير بشكل خاص فظاهرة التلوث البيئي والمياه والتي هي موضوع حديثنا اليوم هو موضوع مركب لأن مصادر تلوث المياه متعددة ولكن جميعها تشترك في أن النتائج تكون أكثر خطورة أحد أسباب هذا التلوث هو صناعات النفط والغاز في المنطقة التي تتم في عدة مراحل تبدأ من الكشف والمواقع النفطية الحفر والاستخدام الماء لزيادة الضغط داخل البير النقل والخزن أيضا يتوجب على الشركات النفطية المتعاقدة مع الحكومة العراقية أن تقدم تقريرا وافيا عن التبعات البيئية والصحية لاستخراج النفط ولهدفين وهو تقليل الأخطار المتوقعة من المشروع النفطي الذي يقومون به وسبل تقليل هذه الأضرار أيضا فمثلا تقوم بعض شركات النفط باستخدام خبراء مختصين لمعالجة الأضرار البيئية في استخراج استخدام تكنولوجيا حديثة منها أيضا يقع الآتق لشركات النفطية دعم المشاريع الصحية لمستشفيات معالجة الأمراض السرطانية لدي مفرحات عديدة طبعا عندي مفرحات لهذا الموضوع المهم نعم دكتورة بخصوص المخاطر هل تقتصر على التسمم كما ظهر في الزبير وفي مناطق أخرى في البصرة أم تتعدى قضية التسمم إلى مجالات أخرى ولو باختصار نعم التسمم طبعا في المياه المياه تروح للتربة نحن العناصر الرئيسية للتربة كل اللي نعرفها وهي الفسور والبوتاشيوم والنايتروجين اللي 2% نحتاجها شنو أكثر من هذا مو صحيح أكو عناصر ثانوية موجودة في التربة أيضا ما لها يعني مثل الكبريت والكاليسوم والماغنيزيوم العناصر الغير رئيسية والغير ضرورية وهي منها الكاديميوم الكاديميوم طبعا من العناصر الغير ضرورية للنبات أو الحيوان ويسبب سرطان أكثر شيء سرطان الثدي ويدخل جسم الإنسان عن طريق السلسلة الغذائية كملوث نعم لبيئة نتيجة استعماله في صناعات المتعددة صناعات الأصباغ الأنابيب البلاستيكية والمطاطية وغيرها وهي طبعا الكاديميوم من العناصر السامة جدا للإنسان فاستنشاق 0.04% يسبب إلى أعراض ألم في الرأس والسعال ألم في الصدر يؤدي إلى الموت كما إذا تبلع واحد غرام من عنده من الكاديميوم يصير تقيئ وألاث والخيان وفقدان الوعي وألم في الكلية وأيضا يسبب هو من المعادن الثقيلة المسرطنة نعم من لندن مؤسسة ورئيسة جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة الدكتورة جيهان بابان شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة ترجمة نانسي قنقر